اصقاط الولايات المتحدة طائرة النظام قرب الطبق تفاعل لتحول الى ازمة بين موسكو وواشنطن فبعد ساعات من اعلان الجيش الامريكي استهداف طائرة سيخوي كانت تقصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية حليفة واشنطن اعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف خط تجنب الاستدام بين الطائرات الروسية وطائرات التحالف في فضاء سوريا التصعيد الروسي لم يتوقف عند هذا الحد بل تبعه تهديد باستهداف اي جسم طائر تابع للتحالف الدولي يتحرك في منطقة عمليات القوات الجوية الروسية غرب نهر الفورات نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل بوغدانوف قال ايضا ان امريكا بهذه التصرفات تدعم الارهابيين كما اتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها مذكرة تفادي الحوادث لانها اسقطت مقاتلة النظام في الوقت الذي كانت فيه مقاتلات روسيا تنفذ مهاما في تلك المنطقة في المقابل سعى الامريكان لاحتواء الازمة اذ قال رئيس هيئة اركان الجيش الامريكي الجنرال جو دانفورد ان الولايات المتحدة ستعمل على يعادة الخط الساخن بين الجيشين الامريكي والروسي والذي يعتبر حيويا في حماية قوات الجانبين العاملة في سوريا ولتفادي التهديدات الروسية قال العقيد رايان ديلون المتحدث باسم قوات التحالف انهم اتخذوا تدابير حكيمة بحسب وصفه لاعادة تموضع الطائرات فوق سوريا من اجل استمرار في استهداف تنظيم الدولة ويعتبر اسقاط الطائرة النظام ثاني حادثة توتر بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا منذ تولي ترامب رئاسة امريكا لكن حادثة الطائرة تؤكد على عدم تفاهم القوتين الرئيس التين في سوريا على تقاسم تركة تنظيم الدولة وان المجال ما زال مفتوحا لصدامات اخرى في قادم الايام من المنزل الدولة العربية المتحدة هنまり فقط من المنزل الدولة و يقف أيضا ما زل الملتغير لا يستخدم سنجح